بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم ثلاثة أنصح بشعبات العلوم التجربية والتقنية رياضي والرياضي حتى شعبات سير واقتصاد حيث قال واحد روماني نعطى بالردال لجي المعرفة على أير بي جي لإكس سير من إكس مربع في أسية إكس ناقص الأسية قال سي جي تمثيلها البيان في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس أو إي جي قال كما هو في الشكل المقابل إذن ها هو منحنة دال جي قال واحد أحسب جي لواحد ثم قال بقراءة بياني عين إشارة جي لإكس ثم استنتج إشارة جي لنقص إكس حسب قيم العدد الحقيقي إكس إثنان روماني قال نعتبر الدال لأف المعرفة على أير النجمة يعني أير مع عدد الصفر كما يلي أفل إكس سير من أسية ناقص إكس ناقص إثنان ناقص الأسية على إكس قال سي أفل تمثيل بياني للدال لأف المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجنس أو إي جي قال واحد أحسب النهايات الآتية ثانيا قال بيان أن المنحنة غاما الذي معادلته إي جي لكي سير من أسية ناقص إكس ناقص إثنان والمنحنة سي أف متقاربان بجوار النقص مال نهاية ثم أدرس وضعية المنحنة سي أف بالنسبة إلى المنحنة غاما قال ثالثا بيان أن من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم إكس لدينا أن أف فتح لإكس سير من ناقص جي لنقص إكس على إكس مربع رابعا قال استنتج أن الدالة أف متزيدة تماما على كل من المجالين من ناقص واحد إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد من النهاية ومتناقصة تماما على المجال من ناقص من النهاية إلى ناقص واحد ثم شكل جدول تغيرات الدالة أف خامسا قال بيان كيف يمكن إنشاء المنحنة غاما انطلاقا من منحنة الدالة سية إكس ثم أرسم بعناية كلا من المنحنيين غاما و سي اف في نفس المعلم السابق إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفسر ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول حيث قال أحسب جي لي واحد إذن نكتب هنا حساب كعنوان حساب جي لي واحد ما علينا إلا الإتيان بعبارة الدالة جي ها هي الدالة جي و نقوم بالتعويض بواحد إذن هنا نعوذ بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد فماذا ينتج أكيد ينتج لنا واحد مربع الذي هو واحد تصبح لنا أسية واحد ناقص الأسية واحد التي هي صفر نقول و منه ماذا جي لي واحد كم يساوي يساوي لنا الصفر هذا هو الجواب على هذا السؤال فقط أبنائي بعدما أنا هنا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى بقرة أبيني يعين إشارة جي لي إكس إذا نكتب هنا ماذا تعيين إشارة ماذا إشارة جي لي إكس أكيد على ماذا على أر لاحظوا جيدا هنا الأمر جد بسيط معناه علينا أن نقوم بإنشاء جدول بسيط من خلاله نعطي إشارة الجي وبطريقة جد بسيطة وأنا دائما أنصح باستعمال قلت الأدوات المدرسية إذن هكذا إذن أولا عندنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية لاحظوا وعندنا كذلك جي لي إكس هكذا الآن من هو الفاصل الفاصل هو محور الفواصل معناه القيم التي تكون من هنا هذه كل هذه النقط التي تقع تحت محور الفواصل نرمز لها بناقص وهذه التي تقع فوق محور الفواصل نرمز لها بزائد أما هنا فنرمز لها بصفرة حتى تفهموا جيدا معناه هي أين قلنا تنعدم وجدنا أنه جي لي واحد كم وجدناه سفرة الآن من هنا انظروا هذا نوقوله إلى هذا المكان يعني زائد وهذا نوقوله إلى هذا المكان يصبح لنا ناقص وانتهى الأمر فقط أبناه أرجو قد فهمتم الفكرة الفاصل دائما هو محور الفواصل دائما لإشارة عبارة دالة كيف ما كان فوق محور فواصل نرمز له بزائد وما كان تحت محور فواصل نرمز له بناقص وما كان يقطع نرمز له بصفر وانتهت القضية بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى ثم كذلك نأتي الآن إلى هذا ثم استنتج إشارة جي لي ناقص إكس حسب قيم العدد الحقيقي إكس إذن نكتب هنا استنتاج إشارة جي لي ناقص إكس دقيقوا هنا أرجوكم لو نلاحظ هنا وندقيق جيدا عندنا ماذا؟ عندنا جي لي إكس وعندنا جي لناقص إكس هل التغيير حدث خارج؟ هل حدث هنا خارجا أو هنا؟ لا إنما التغيير حدث هنا بالداخل أصبحت إكس تحولت إلى ناقص إكس ركزوا جيدا لو تلاحظوا سوف نكتب نقول هكذا وانتبهوا نقول هكذا نقول منحنا هكذا الدالة جي و جي فتحة حيث ماذا؟ حيث جي فتحة لإكس تسوينا جي لناقص إكس نقول متناظرا بالنسبة إلى محور التراتيب كيف ذلك؟ معناه إذا كان عندنا منحنا الدالة جي اللي هو هذا دقيقوا جيدا حتى تتعلموا أبنائي ها هو منحنا الدالة جي فإن الآخر يصبح له ناظير بالنسبة إلى محور التراتيب معناه سوف يكون عنده في هذا من هنا ويأتيكم هكذا وينزل إلى هذه ثم يأتيكم هكذا حتى تفهموا الفكرة لاحظوا جيدا يعني من هنا يكون أقل ارتفاع هكذا هذا هو منحنا الدالة إذا قلنا هذا سي سي جي فإن هذا يصبح لنا سي جي فتحة لاحظوا معناه ما نلاحظه يا أبنائي لو نأتي الآن بجدول إشارة الدالة جي فتحة التي سميناها جي فتحة فقط أركزوا حتى تتعلموا أبنائي إذن ها هو وهنا هكذا نضع هنا إكس من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وهنا جي لناقص إكس هنا الأمور كلها تعكس أولا انظروا عندنا هنا ماذا عندنا هنا واحد وهنا ماذا وهنا ناقص واحد يعني تصبح لنا الإنعدام يتحول إلى الناقص واحد ها هو الأمر الأول ثم انظروا من هنا تصبح لنا ها هي الزائد ومن هنا سوف تصبح لنا ماذا سوف تصبح لنا الناقص ها هي الناقص حتى تفهموا جيدا وعندنا في هذا المكان يصبح لنا الإنعدام يعني يصبح لنا زائد ناقص لماذا أبنائي لأن هنا الفاصلة هي التي تغيرت كل شيء كان من هنا يركس من هنا إذن من هنا كانت انظروا كانت القيم هذه السالبة وهذه المجابة الآن لما حدث هذا التناظر بالنسبة إلى محور الترتيب كل شيء عكس فأصبحت لنا منحنة دلة وهذا احتد فمجيد ها هو منحنة دلة جي فتح التي قلت عليك انها نفسها جي لناقص اكس هذا هو جدول إشارة العبارة جي لناقص اكس فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأكيد تذكروا أنه سوف يخدمنا في الجزء الثاني نأتي الآن قال إثنان روماني نعتبر الدلة ف المعرفة على المجموعة أير نجمة كما يلي ف لإكس سعينا أسية ناقص إكس ناقص إثنان ناقص الأسية على إكس قال احسب بالنهاية إذن نكتب هنا حساب النهايات ننطلق بأول النهاية ألا وهي الليميت ماذا؟ ماذا؟ لميت أسية ناقص إكس ناقص إثنان ناقص الأسية على إكس لما إكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية عندنا النهايات الشهرة المعروفة أنه ل STEM أسية إكس لما إكس يقول إلى ناقص ما لا نهاية إنها صفرا وعندنا كذلك أنه limit بسية x لما x يقول إلى زائد مال نهاية إنها زائد مال نهاية الآن معناه هذه عند الناقص مال نهاية ماذا تصبح لكم ونضيفها كفكرة limit بسية ناقص x لما x يقول إلى الناقص مال نهاية أكيد سوف تصبح لنا زائد مال نهاية إذن هذه تعطي لكم كم تعطي لنا زائد مال نهاية وهذه تذهب إلى الصفر ماذا يبقى أن تحصل تصبح لكم لاحظوا زائد مال نهاية والناقص إثنان لا يحدث لها شيء والبسية على منها تذهب إلى الصفر أكيد سوف تصبح لنا ماذا تصبح لنا زائد مال نهاية فقط أرجو قد فهمتم إذن هذه أعطت لكم بسية ناقص ناقص مال نهاية بسية زائد مال نهاية هي أمامكم ناقص إثنان لا يحدث شيء الأسية ليس معناها أسية x لا أسية فقط وهي 2.72 على المالانية تذهب إلى الصفر تبقى لنا ماذا زائد مالانية نأتي الآن إلى الصفر limit أسية ناقص x ناقص ماذا؟ ناقص 2 ناقص الأسية على x أكيد لما x يؤول إلى الصفر بقيم أقل تصبح لنا تساوي هنا لو نعوذ أكيد تصبح لنا هكذا تصبح لنا أسية 0 ناقص 2 ناقص الأسية على 0 لكن 0 ماذا؟ 0 ناقص تصبح لكم هكذا إذن هذه تعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا ناقص مالانية وهذا الناقص الذي ضرب فيها تصبح لنا زائد مالانية فقط أرجو قد فهمتم إذن هنا بقيم أقل تقرأ 0 ناقص الأسية على 0 ناقص إنها ناقص مالانية والناقص التي ضربت فيه تصبح لنا زائد مالانية وهذا الناقص يضرب هنا تصبح لنا ماذا؟ ناقص مالانية ماذا؟ ناقص أثنان ناقص الأسية على X لما X يقول إلى زائد مالانية المعروف أن هذه تذهب إلى أعفوا أستعمل ملون أفضل حتى يظهر إذن قلنا هذه أكيد سوف تذهب إلى الصفر وهنا تصبح لنا ماذا؟ أسية ناقص مالانية هذه تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الصفر فتبقى لنا النتيجة هي ناقص إثنان ومنه ماذا نقول؟ ومنه نقول Y يسأل لنا ناقص إثنان مستقيم مقارب كيف هو؟ أفوقي قلت مستقيم مقارب أفوقي فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى ثانيا قال بيّن أن المنحنة غاما الذي معادلته Y سي ناقص X ناقص إثنان والمنحنة CF متقاربا بجوار الناقص مالانية إذن نكتب هنا العنوان البرهان أن ماذا؟ أن المنحنة الذي اسمه غاما مقارب أو والمنحنة نقول والمنحنة CF كيف هي؟ متقاربا بجوار ناقص مالانية نقول هكذا حتى يكون غاما و CF متقاربا يكفي أن ماذا؟ أن limit F لـ X ناقص Y لما X يقول إلى ناقص ما لنهاية يساوي لنا صفر حيث ماذا؟ حيث Y يساوي ناقص X ناقص 2 تعالوا ننطلق تبحنا limit F لـ X ناقص X ناقص 2 ناقص الأسية على X ناقص Y التي هي أسية ناقص X زائد ماذا؟ زائد 2 يعني هذه عوضناها هنا هكذا احتفظوا جيدا لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية أكيد هذا وهذا ذهب وهذا وهذا ذهب فأصبحت لنا limit ناقص الأسية على X لما X يقول إلى ناقص مالا نهاية وتساوي لنا صفر لأن هذه سوف تذهب إلى الصفر فقط نقول ومنه γاما و CF كيف هما متقاربان بجوار ناقص مالا نهاية ليس زائد مالا نهاية فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال ثم أدرس وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى γاما إذن نكتب هنا دراسة وضعية ماذا وضعية CF بالنسبة إلى المنحنة γاما نقول تقول القاعدة ندرس إشارة الفرق عفوا إذن ندرس إشارة الفرق F F لإكس ناقص إيجراغ على ماذا على أر النجمة يعني علينا أن نحتر مجموعة التعريف تصبح لنا F لإكس ناقص إيجراغ يساوي الفرق فلإكس إيجراغ أسية ناقص إكس ناقص إثنان قلنا ها هي أمامكم F ناقص إثنان ناقص الأسية على إكس ناقص الإجراغ الذي هو ماذا الذي هو أسية ناقص إكس ناقص إثنان وتساوي لنا تصبح لنا تساوي ركزوا جيدا إذن نكمل أبنائي تصبح لنا أسية ناقص إكس ناقص إثنان ثم ناقص الأسية على إكس ثم هذا إلى هنا تصبح لنا ناقص أسية ناقص إكس وهنا تصبح لنا زائد ماذا زائد إثنان أولا عندنا هذا وهذا 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 يذهبان تصبح لنا ماذا تصبح لنا الأسية الأسية على إكس الآن الأسية على إكس أن نقول أنها موجبة أو سريبة إنما نأتي الآن لنضع جدول هكذا من خلال هذا الجدول نعطي الوضعية وبطريقة جد بسيطة لاحظوا جيدا إذن ها هي نقوم برسم الجدول عندنا هكذا ثم هكذا وعندنا هكذا لاحظوا جيدا إذن أولا عندنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية هذه ما هي في الأصل هي تكتبها كذا أركز جيدا نصبح لنا الأسية في ماذا في واحد على ناقص إكس قلت واحد على ناقص إكس معنا هذا الناقص نأتي به إلى هنا الآن الأسية موجبة معناه لكن عندنا الأسية قيمة موجبة تماما أما تصبح لنا ناقص أولا نأتي إلى ناقص إكس ناقص إكس أين تنعاديم؟ أكيد تنعاديم عند الصفر هنا هكذا هنا نفس وهنا عكس هذا هو المسؤول هذا هو الناقص إكس هو المسؤول ثم يأتي الآن ليكمل سيره إلى هذا المكان هنا ويكمل سيره إلى غاية هنا دقيقوا جيدا فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا هنا أف لإكس ناقص إكس الآن تصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص نكتب هنا الوضعية كيف أبنائي؟ نقول هنا سي آف يقع فوق ماذا؟ فوق غاما إذن هذا الجزء الأول وعندنا هنا سي آف يقع أسفل ماذا؟ أسفل غاما فقط لماذا؟ لأن قلنا الأسية موجب تماما الواحد موجب والناقص إكس ينعدم عند الصفر هنا نفس يعني نفس هذا الإشارة نفس وهنا عكس بمأن يعني كل إشارة من إشارته هذا الجزء وعندنا ناقص إكس يساوي صفر أي أن إكس يساوي لنا الصفر حتى نفهم جيدا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي الآن إلى ثالثة قال بيّن أن من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم إكس لدينا أن أف فتحة لإكس سينا ناقص جيلي ناقص إكس على إكس مربع إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن أف فتحة لإكس تساوي هكذا ناقص جيلي ناقص إكس على إكس مربع لاحظوا جيدا وانتبهوا أولا عندنا جي ركزوا جيدا جي لناقص إكس نضعها هنا معناه نضع هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص إكس مربع في أسية ناقص إكس ناقص ماذا؟ ناقص الأسية وتساوينا ماذا تساوي أن أسية إكس مربع في أسية ناقص إكس ناقص الأسية هذه من هي؟ هي جيلي ناقص إكس قلت هي جيلي ناقص إكس نضعها في هذا الموضع الآن يجب علينا أن نصل إلى الناقص لهذه العبارة على المقام مربع تصبح لنا هكذا أف فتحة لإكس تساوي مشتق هذه من هي؟ هي ناقص إسية ناقص إكس مشتق هذا من هو؟ هو الصفرة ثم ناقص الآن عندنا كسر ها هو كسر مشتق البسط عندنا إي على في يساوينا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع معنا صبح لنا مشتق البسط له هو صفر في المقام ناقص مشتق المقام لهذه هو واحد في البسط على المقام مربع لن نتعجل فيما يخص الحساب صبح لنا أف فتحة لإكس تساوي ناقص أسية ناقص إكس ثم عندنا هذا مع هذا يعطي لنا زائد الأسية على إكس مربع نفكر الآن في توحيد المقام نصبح لنا أف فتحة لإكس يساوينا ماذا؟ ناقص إكس مربع في أسية ناقص إكس زائد الأسية على إكس مربع يساوي لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل ما علينا إلا أن نصل إلى هذه القيمة مضربة في ناقص نستخرج ناقص بنا ناقص ماذا؟ ناقص ونفتح قوس إكس مربع في أسية ناقص إكس ناقص الأسية على إكس مربع قلت على إكس مربع ولكن هذه هي هذه حتى تفهموا جيداً وتصبحنا هو منه أف فتحة لإكس يساوينا ناقص جي لناقص إكس على ماذا؟ على إكس مربع فقط أبنائي وهو الجواب بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء سؤال استنتاجي قال استنتج أن الدالة أف متزيدة تماماً على كل من المجالين لناقص واحد وصفر والمجال الأخر من الصفر إلى الزائد منها ومتناقصة تماماً على المجال من ناقص منها إلى ناقص واحد إذن نكتب هنا استنتاج أن الدالة أف متزيدة تماماً على المجالين الذي هو من ناقص واحد إلى الصفر ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية وماذا؟ ومتناقصة تماماً على المجال الأخر على المجال لهو من ناقص مال النهاية إلى ناقص واحد هكذا أولاً ماذا نقول؟ نقول لدينا لدينا أن ماذا؟ لدينا أف فتحة لإكس تستوينا ناقص جي لناقص إكس على إكس مربع لكن عندنا إكس مربع قيمة موجبة تماماً على أر نجمة يعني هذا المقام موجبة تماماً يعني لا يؤثر ومنه إشارة فتحة لإكس عكس هكذا عكس إشارة ماذا؟ جي لناقص إكس إذن هنا قلت عكس يجب أن نهتم إلى كلمة عكس جيداً لاحظوا لأن ماذا؟ لأن عندنا جي لناقص إشارة ومضربت في الناقص فتصبح لنا كيف؟ معناه لو نأتي الآن إلى جدول الإشارة لأف فتحة تصبح لكم هكذا دقيقوا فقط حتى تتعلموا أبنائي إذن وهكذا وهكذا عندنا هنا نقول إكس من أفون من ناقص مالا نهاية وعندنا الدلة غير معرفة عند الصفرة ها هي أمامكم وعندنا هنا زائد مالا نهاية وعندنا هنا ماذا؟ عندنا أف فتحة لإكس الآن هذه القيم نعكسها فتصبح لنا هنا كم ناقص واحد ثم عندنا رمز فتصبح لنا هنا زائد زائد وهنا ناقص يعني هذه عكسها تضرب في ناقص إذا ضربنا هذا الشيء في ناقص أضرب هنا في ناقص تصبح لنا ناقص وهنا ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا زائد نقول ومنه لاحظ جيدا ومنه الدلة أف كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال من ناقص مالا نهاية إلى ناقص واحد ومتزايدا تماما على المجالين من هم المجالين؟ اللذان هم من ناقص واحد إلى الصفرة مفتوح لأن الصفرة عندها الدلة غير معرفة والمجال الآخر من الصفرة إلى غاية الزائد مالا نهاية فقط أبنائي بعدها أبنائي نأتي الآن إلى ثم شكل جدول تغيرات دل أف إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها أف أولا عندنا مجموعة تعريف إكس من ناقص مالا نهاية وعندنا الصفرة وعندنا زائد مالا نهاية أولا عندنا هذا الشيء نضعه هكذا أن الدالة غير معرفة عندها إذن هذا الجزء الأول الدالة غير معرفة عندنا أف فتحة لأف قلنا أف فتحة لإكس تنعدم عندنا ناقص واحد إذن نضع هنا هكذا لاحظوا وقلنا هنا زائد زائد وهنا ناقص حتى نفهم جيدا وعندنا الجهة الأخرى التي هي أف لإكس إذن عندنا ناقص معناها ننزل إلى هنا ثم نعود بالصعود إلى هنا ثم نصعد إلى هكذا أولا ماذا وجدنا؟ وجدنا عند الناقص مالا نهاية وجدنا النهاية زائد مالا نهاية وهنا وجدنا زائد مالا نهاية وهنا وجدنا ناقص مالا نهاية وهنا وجدنا الناقص اثنان تبقى لنا هنا كذلك F لناقص 1 تساوي أن الأسية ناقص ناقص 1 ناقص 2 ناقص الأسية على ناقص 1 وتساوي أسية ركزوا جيدا ساوي أن الأسية قوة 1 ناقص ماذا ناقص 2 زائد الأسية على 1 وهي الأسية هكذا تساوي أن هذا مع هذا يصبح لنا زائد حتى نفهم جيدا يصبح لنا 2 في الأسية ناقص 2 إذا صبح لنا هنا 2 في الأسية ناقص ماذا ناقص 2 هذه هي القيمة الحدية الصغيرة لهذه الدالة بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر خامسا قال بيّن كيف يمكن إنشاء المنحنة غاما انطلاقا من منحنة الدالة الأسية إذا نكتب هنا تبيان كيف يمكن ماذا إنشاء إنشاء غاما انطلاقا من ماذا من منحنة الدالة الأسية التي هي معروفة منحنة الدالة الأسية الذي هو هذه هي الأسية ركزوا هنا أرجوك أولا أولا قبل هذا نقول أولا 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 كيف يتم نقول منحنة الدالة التي ها هي الدالة التي هي أسية ناقص X هذه قيمة منحنة الدالة X الدالة أسية X هو نظير ماذا منحنة الدالة التي هي الأسية هذا الأمر الأول إذن منحنة هذه الدالة هي أسية ناقص X نظير منحنة الأسية بالنسبة بالنسبة إلى محور الترى الترى أفوا إذن التراتيب كيف سوف أشرح كل شيء إذا أتينا إلى منحنة هاكذا دقيقوا فقط لنريكم الفكرة فقط ها هو منحنة الدالة الأسية معروف أنه يأتينا هاكذا هذا هو منحنة الدالة هنا سية X وعندنا منحنة نظيره بالنسبة إلى محور التراتيب محور التراتيب ها هو انظروا نظيره أكيد يكون في هذه الجهة ها كذا هذا هو منحنة سية ناقص أفوا قلت هذا هو منحنة الدالة أسية ناقص X حتى تفهم جيدا إذن متناظران بالنسبة إلى محور التراتيب إذن هذا أسية ناقص X ينتج بالتناظر لمنحنة الدالة الأسية هذا الأمر الأول ثانيا ثانيا يعني حتى تفهم جيدا نشرع بالتفصيل نقول ومنحنة أو المنحنة الذي اسمه قام هو صورة ماذا صورة منحنة الدالة التي ذكرناها لأسية ناقص X هذه بالانسحاب الذي شعاعه من هو شعاعه يا أبني هو هذه الزيادة الآن أولا هذه الأسية أسية X المنحنة ناظر هو هذا ثم هذا يتحول إلى المنحنة قام بواسطة انسحاب الذي شعاعه وهذه زيادة شعاعه في مركبات هي الصفر والناقص إثنان حتى تفهم الفكرة إذن أولا انطلقنا من منحنة الأسية انطلقنا إلى منحنة أسية ناقص X ثم هذا انطلق إلى ماذا إلى منحنة قام حتى تفهم جيدا هنا بالتناظر هنا التناظر وهنا الانسحاب حتى تفهم الفكرة معناه لو نأتي الآن إلى رسم الدالة الأخرى نأتي واحد اثنان يعني سوف يأتينا هكذا هذا هو منحنة قام حتى تفهم الفكرة جيدا يا أبنائي وهنا يمكن أن نوضيف كلمة التناظر بالنسبة إلى ي ي ي ي فتح حتى تفهم جيدا له ي ي ي فتح ها هو المنحنة ي ي ي فتح أبنائي بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى السؤال آخر قال ثم أرسم بعناية كلا من المنحنيين كاما وسي أفي نفس المعلم السابق لاحظوا هنا وركزوا معي أبنائي نقطة كيف نتعلم أولا عندنا المستقيمات المقاربة التي هي X يساوي صفر ها هو المستقيم المقارب العمودي وعندنا Y يساوي ناقص 2 ها هو كذلك هذا أمر أول هنا عندنا X يساوي صفر وهنا عندنا Y يساوي ناقص 2 هذان مستقيمان مقاربا أحدهما أفقي والآخر عمودي عندنا كذلك القيمة الحدية قبل أن نذهب إلى القيمة الحدية علينا أن نقوم برسم ماذا نقوم برسم أولا المنحنة الأول الذي رسمناه ها هو دقيق أرجوكم ها هو المنحنة الذي هو C ناقص X سوف يساهل علينا انظروا ها هو هذا منحنة C ناقص X الآن سوف نرسم منحنة قاما قلنا هذا بوسطة انسحاب شعاعه 0 ناقص 2 معناه يصبح لنا في هذا الموضع هنا كما أشيرها عفوا يصبح لنا هكذا دقيق هكذا عفوا سنرسم بطريقة أوضح هكذا هذا هو المنحنة ماذا المنحنة قاما الآن نأتي إلى المنحنة CF عندنا القيمة الحدية الأولى كم إنها ناقص 1 مع 2 في السية ناقص 2 التي هي هذه بالتقريب وجدناها كم 3.44 إذا ناقص 1 مع 3.44 يعني تكون في هذا المكان نرسم قيمة حدية معناه يأتينا من هنا هكذا قلنا أنه منحنة مقارب ثم يصعد هكذا إذا زدنا من هنا في هذا المنحنة هكذا فيمكن أن نضيف إلى هذا هكذا يعني منحنة مقارب له ثم عندنا الجزء الآخر يكون من هنا ها هو أمامكم انظر من هنا ويأتي كم هكذا عفوا هذا المنحنة الذي رسمته باللون الأسود هو ماذا هو CF فقط أبنائي إذن هذا هو المنحنة الذي قلت سميته CF باللون الأسود إنه منحنة هذه الدال F هكذا أبنائي قد أنهينا إلى هذا التمرين الرائع كما لا تنسونا بالدعاء أنا بالسحة ولا أفو الترحم على الرحم الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته